كل الأمنيات لمنتخبنا الوطني في هذه المهمة وأتمنى طبعا من جميع زملائنا الأعزاء المحترمين المهنيين أن نبتعد إلى حالة التشنج ما بين الطرح الخاص بمباراتنا أمام الأردن الشقيق يعني هذا الصعلوك اللي تحدثنا عنه ثور الإعلام قبل شوية يحاول أن يعزف على وتر خلق الفتنة ما بين الشقيقين الجماهير العراقية والأردنية وبدأ يصطاد بالمياه العكرة لخلق حالة من التشنج لا رح تقدمني ولا رح تقدم الفريق الشقيق بس أذكر شغلة وحدة وأروح للمتابعة العراق لعب مع إيران في تصفيات كأس العالم 20-22 في الأردن لعب لعبتين إذا تتذكرون أيام انتفاضة تشرين فزنا على إيران 2-1 وتعادلنا مع البحرين العراق اختار ملعب الأردن اللي هو أستاذ عمان الدولي أرضا لأنه كان ممنوع نلعب على أرضنا كان الفريق الأردني عند لعبة ويأوز باكستان بنفس اليوم بنفس التوقيت بس وين بملعب الأقويس من وإنا شاهد عيان ومعي كثيرين من العراقيين كانوا حاضرين الجمهور الأردني الشقيق عاف منتخب بلاده وإجل ملعب أستاذ عمان حتى يشجع الفريق العراقي ويقف معه وفعلا فزنا على الفريق الإيراني بهدفين لعلا عباس وميمي والجمهور الأردني شان يهتف بحياة العراق وحامل راية الله أكبر في يا جماعة ترى الطوبة اتعزز من أواصر الأخوة نعم هم من حقهم يردون يفوزون إذا طلعوا وقالوا وان تو ثري فور العراقي جاي عليك الدور طبعا كلش طبيعي وإحنا هم نقول جاي بيهم ومعروف أيش وهذا موضوع طبيعي جدا ليش إحنا نخلق من لا شيء شيء أرجوكم أدنعي ترى علينا إحنا مهمة هاي المهمة أنه إحنا نساند منتخبنا لكن إحنا الفريق إذا إجي وقدم مستوى وفاز نصفق له والفريق العراقي راح نوقف ويا هاي الروح الرياضية اللي يجي أن نتسلح به أما إذا وصلت هاي حالة التشنج من هذول الثيران بعض الثيران والصعاليك اللي يردون أن يخلقون حالة من البلبلة ترى راح ندفع ثمنها غالي تدرون ليش لأنه هو قاعد بتركه والعراقي يتعرض إلى عقوبات وهو شيء همه همشي المالات تجي من لولة اللي دايب تزهم الضعفاء مثله طبعاً والخايفين والفساد لذلك يعني حقيقة أتمنى أن نعي لهذا الموضوع وأن نشجع ونقف خلف منتخبنا وإن شاء الله الفريق العراقي سيشتاز هذه المباراتين طبعاً إحنا راح نكرس حلقة لهذا الموضوع لأننا نريد أن نخلق حالة من التشجيع النظيف والوقوف حتى نستغل أرضنا أفضل استغلال حالة منتخبنا